أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة الاهتمام الكبير بذوي الهمم وتحقيق جميع مطالبهم وخلال الاحتفال الذي أقامته مدرية الشباب والرياضة بمركز شباب العريش أكد المحافظ تقديم كافة الخدمات لذوي الهمم ومن بينها افتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات بمركز شباب العريش من أجل تقديم الخدمة المطلوبة لهم وبجودة عالية كما استعرض المحافظ ومرافقوه الفقرات الفنية والاستعراضية والتراثية ومباريات للكرة الطائرة جلوس وألعاب القوى لذوي الهمم